السلام عليكم ورحمة الله في برنامج كم شوية مع شيكا على الواو ليبيا في أيام الثورة أو الأحداث في أحد المظاهرات أو المسيرات المؤيدة في مدينة ترابلس كانت في مرأة جاية قدام الكاميرا وتقول نحن بلاك ما نسو شيء ما نسو شيء وبكلمة نحن أنا أعتقد أني هي كانت تعني الشعب الليبي والشخصة اللي نحن بلاه ما نسو شيء كان من عمر القذافي و أنا أكيد أزم أن المرأة هذه كانت صادقة فيما شعرها والكلام اللي تقول فيه يعني ما كانتش تقول فيه متزلف فقط أو نفاق لا هي كانت يعني واضح عليها الحماس والقوة وكانت زعلانة وكانت متحمسة وعاطفية وعلى غرار فكر المرأة هذه في ناس وجدين متشرين في دولنا وخاصة المنطقة متاعنا شمال أفريقيا والدول العربية والأمر هذا أنا ممكن نتفهمها أحيانا لكن مش نتقبل لما يكون فيه شخصيات مثلا كارزميتها عالية جمل عبد الناصر صدام حسين الملك فهد معمر القذافي أنا ورسادات بورقيبة وغير موجدين لكن الغريب هنا والملاحظة أنه حتى بعد تغير يعني شكل الزعيم أو الدكتاتور أو الرئيس أو الملك ويعني ونحط شوية يعني قدرهم فلكن مازال فيه ناس بالعكس عندها أكبر قناعة بيهم وتتبع فيهم يعني مثلا زمان كانوا يخشوا في حروب يفوزوا فين يخزروا فين ما تفرقش وجد لأنه كانوا ديما حيبدوا حربوا أحد أخرى إياه في الخارج إياه في الدخل أغلبيتهم كانوا طولوا عرض ومرة يصبوا يخطبوا فيك ثلاثة أربع ساعات والكلام عندهم ما يكملش لكن تو عندنا رؤساء كلمتين ما يعرفش يحكوهن أي قناة أوروبية وأجنبية تقامز معهم ممكن تخزرطهم بسؤالين ثلاثة ومرة توصل لمرحة أن هي تبدأ تسأل فيما لحقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد كم كان كم عند كمش ديمقراطية واتطور الموضوع في بعض الدول أنه لما يجي رئيس دولة وحدة أخرى أجنبية عندها قاعدة في الدولة العربية هذه يصبوا الرئيس متع دولة العربية برك لعندما الرئيس الأجنبي هذا اللي قاعد في البدع عربية يجي يصبيه ويقول خطبة لجنوده متاعه ويحبوه لكن هنا نحن هنحكو على الجانب الآخر لما جنوا الجماع اللي ضد الدكتاتوريات وضد الرؤساء وضد الزعماء المشكلة هنا أنه وجدي منهم يأمنوا بأنه فيه رجل أو شخص هيجيه حينقضنا أي بمعنى أنا مش راضي على الوضع اللي نسائر هذا صح؟ ولكن مش شيف لأي حل إلا أنه فيه شخص وحدة أخرى جديد حيجيه ينقضنا أما هو هذا اللي قاعد ينقضنا ويغير الدنيا شويه وهذا شفت أنا في اللقاء يعني مدة قريبة يسألوا في شخص صحفي مثقف قديم قالوا له كيف حيتغير الموضوع في بلدنا وكيف حتقد فيه حرياته ديمقراطية قالهم الرئيس حيغيرها المشكلة الرئيس هذا دكتاتوري يعني لكن لو تغيرت حاجة هو اللي حيغيرها وطبعا يعني الرئيس اللي هو جاي بالدبابة مش حيمشي إلا بالدبابة يعني أنت بيعطيها لك هيكي طوانت حصلها فديما في عقل الشعوب إن في يوم من الأيام الدنيا حتتغير بروحها هيكي يجي واحد يغيرها عنا منيش عارف لكن الأكيد إني مش أنا اللي حنغيرها هذا عاليش حتى لما يصيرها انثورات أو نزاعات أو مشاكل يقول لك لا الموضوع مدبر لأننا نحنا مندروش شيء وفي ناس أخر يقول لك لا إحنا لو درنا انتخابات الدنيا حتبدأ إشطاب الحلاوة والانتخابات ممكن ممكن يكون قريبة يعني أو يكون في يوم الأيام عشرين وعشرين 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 وخمسة وعشرين تمسكواش عليها لكن هل هذا بالضرورة إن الانتخابات هذهنا حيفرزا حاجة كويسة يعني شخص هيكي هيجيه حيلم ليه بيهدي ويتضبطها هيكي وخلاص ويسكرها علينا هيكي ويربينا مش هيسير الكلامات لأن الموضوع منظومة وسياسة وقانون موضوع أكبر من إنه شخص واحد يغيره في يوم وليلة لكن لو نحنا جينا قررنا بين الشخص اللي يجاي عن طريق الانتخابات مع الشخص اللي يجاي بالدبابة أكيد هنختاره الشخص اللي يجاي عن طريق الانتخابات لسبب بسيط جدا هو إن الشخص هذا ممكن نحاوله لأننا جبناه بالسندوق هنحاوله بالسندوق لكن الثاني هذا يبيه تواطي ويبيه ليلة سوداء فلذلك أنا نعتقد إن الانتخابات لو صارا حيكون كإنه يعني رمي حجر في المياه الراكدة حجر بس يعني ممكن نبو خمسمائة حجر أخرى نحنا في المياه الراكدة لكن بداية والبداية هذه ضرورة نبدوها نحن برواحنا إنه نحن أنتقبلوا الرأي والرأي الآخر ونعرفوا إنه نظام الأحزاب والشغل المجتمعي هذا شغل مهم وإنه فكرة شخص واحد سوى ماسك مؤسس ومسك مدرسة سوى ماسك دولة إنه مثلا لو ماتوا أو سيئة فمعناها كل حاجة تدمر هكي نحن مدرناش حل وإن الكلام هذا مافيش لإنه في دول واجد في العالم كانوا عليهم زعما ورؤسات تاريخ يكتب فيه مشعار وماتوا أو اندثروا أو سيبوا والدول عاشن ومشن وحياتهم حلوة فأنا من رأينا أول حاجة نحن مفروض ندروها في المدة الجاية إنه نحن نطلعوا من الشخصنا نطلعوا من فكرة الشخص الواحد فيأتي بالفأس الواحدة فيضرب الشجر الواحدة ضربة واحدة فتقع في البحيرة الواحدة لحنا ما نبوش الكلام ماضي ما نبوش يكون في فكرنا بعدين نمرثوا الأجيال الجاية حيث أن هما ما يشوفوش أي مستقبل لهم أو لعيالهم أو لبلادهم إلا مع وجود الشخصة وعائلتهم قول أنت شرائق مرات أنت يكون عندك وجهة نظر مختلفة ومرات أنت يكون عندك وجهة نظر مش مختلفة فاكتب لي عشان نافع ما كانت تلاقوا يا أخوتي فيديو جديد السلام عليكم